بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصفة الثالثة المتوسط في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات تمارين الفصل السادس السؤال الأول بسط كل عبارة فيما يأتي سين أس اثنين ضرب سبعة سين أس ثمانية نحن نعلم أن ضرب القوة يساوي جمع الأسس لاحظ سين مربع معاملها واحد نضرب المعاملات ونجمع الأسس واحد ضرب سبعة سبعة سين أس ثنين ضرب سين أس ثمانية سين أس ثنين زاد ثمانية عشرة إذن ضرب القوة جمع الأسس يساوي سبعة سين أس عشرة التمرين الثاني خمسة ألف وسبعة با جيم وسثنين ضرب سالب ستة ألف وسثنين با جيم وسثنين أول شيء شباب نضرب المعاملات خمسة ضرب سالب ستة سالب ثلاثين نجمع الأسس ألف وسبعة وهنا ألف وسثنين سبعة زائد اثنين تسعة إذن ألف أس تسعة با أس واحد ضرب با أس واحد با أس اثنين جيم وسثنين ضرب جيم وس خمسة نجمع الأسس خمسة زائد اثنين سبعة إذن جيم وس سبعة إذن الجواب سالب ثلاثين ألف وسثنين با أس اثنين جيم وسثنين ورحنا على التمرين رقم ثلاث عبر عن حجم المجسم أدنى كوحيدة تحد لاحظ أن هذا المجسم هو مكعب كيف عدنا مكعب لاحظ ما أعطينا أنه الطول سين والعرض سين والارتفاع سين كل نفس الطول وبالتالي هذا مكعب حجم المكعب عبارة عن الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع وبما أنه الطول الثلاث متساوية إذن مكعب طول الحرف يعني سين ضرب سين ضرب سين ثلاث مرات نجمع الأسس واحد زاد واحد زاد واحد ثلاث إذن الجواب هو ألف سين أس ثلاث سين أس ثلاثين جبناها هذه من سين ضرب سين ضرب سين طبعا هذا أس واحد 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 وتساوي سين أس ثلاث طريقة ثانية حجم المكعب هو مكعب طول حرف سين أس ثلاث وتساوي سين أس ثلاث كلا هم صح لو رحنا على التمرين الآخر أوجد الناتج في كل مما يأتي الآن في عندي عمية جمع لاحظ بين القوسين عمية جمع في الجمع نجمع معاملات الحدود المتشابهة معاملات الحدود المتشابهة طبعا تجمع وتطرع كيف أعرف أن حدين متشابهين نقول عن حدين أنهما متشابهين إذا كان لهم القسم الحرفي نفسه لاحظ هذه السين فيه سين بالطرف الثاني فيه سين أس ثنين لا هذه لا تشابهها نروح لعند سالب ثلاثة سين طيب الأفضل نبدأ بأعلى أس لاحظ هنا سين أس ثنين ليس لها شبيه في القوس الأول نكتب سين أس ثنين الآن سين وسالب ثلاثة سين عادين مختلفين بالإشارة السين هذه معاملها واحد واحد ناقص ثلاث سالب ثنين سين خمسة زائد سبعة زائد اثناش إذن سين مربع سالب ثنين سين زائد اثناش التمرين الثاني سبعة ميم ناقص ثمانية نون أس ثنين زائد ثلاثة نون ناقص ناقص نين نون تربيع زائد أربعة ميم ناقص ثلاثة نحن في عدنا خاصة إذا كانت العملية بين القوسين طرح نحول إشارة الطرح إلى جمع بشرط وغير إشارات القوس الثاني كاملا تصبح زائد ثنين نون أس ثنين ناقص أربعة ميم زائد ثلاثة نون القوس الأول لا يتغير أبدا سبعة ميم ناقص ثمانية نون أس ثنين زائد ثلاثة نون الآن نجمع الحود المتشابهة الدرجة الثانية لاحن عندي سالب ثمانية نون أس ثنين وهنا زائد ثنين نون أس ثنين إشارة الأكبر سالب ستة نون أس ثنين إشارة الأكبر نطرح ثم في عدنا سبعة ميم وسالب أربعة ميم سبعة سالب أربعة زائد ثلاثة ميم زائد ثلاثة نون وزائد ثلاثة نون زائد ستة نون لاحظ الجمع لا تجمع الأسس فقط نجمع المعاملات أما جمع الأسس إذا كانت العملية الضرب ننتقل إلى سؤال آخر بسط كل عبارة فيما يأتي مفترضا أن أي مقام لا يساوي الصفر طبعا للقسمة على صفر غير ممكنة أحنا شفنا بالمثال قبل قليل نضرب القوة جمع الأسس طيب قسمة القوة طرح الأسس إذن قسمة القوة طرح الأسس الآن لاحظ طبعا نطرح الأسس ذات عندما تكون لها نفس الحرف سين أس ستة مع سين أس سنين متشابهين نطرح الأسس ستة ناقص سنين أربعة وصاد أس ثمانية تبقى كما هي التمرين الثاني لاحظ قبل ما أبسط ما هو الأس؟ الأس 0 أي قوس أو أي عدد أسه صفر ناتجه يساوي الواحد أي عدد أسه صفر يساوي ماذا؟ يساوي الواحد إذن بس شفت قوس الأس عليه الصفر الجواب واحد على طول طبعا هذه هي خاصة الآن أوجد ناتج الضرب فيما يلي رح نوزع ألف على القوس دمع أينو بهك أنه لازم تحط الأقواس هذه مشان تعرف كيف توزع مشان ما تنسى التوزيع الآن ألف قسوها واحد ألف ضرب ألف وس ثنين تسوي ألف وس ثلاثة ألف ضرب ثنين ألف زائد ثنين ألف وس ثنين ألف ضرب سالب عشرة ألف إذا نعيد ألف وس واحد ضرب ألف وس ثنين ألف وس ثلاث ألف ضرب زائد ثنين ألف أثنين كما هي ألف ضرب ألف ألف وس ثنين وألف ضرب سالب عشرة سالب عشرة ألف التبريد الثاني التوزيع نوزع ثنين ألف على القوس أأكد أنك لازم تحط الأقواس مشان ما تخطأ في أثناء عمية التوزيع رح نضرب 2 ألف بـ 3 ألف و 2 ألف بالخمسة ثم السالب 5 بـ 3 ألف والسالب 5 بالموجب 5 الآن 2 ألف ضرب 3 ألف 6 ألف ضرب ألف ألف وستثنين إذن نضرب المعاملات ونجمع الأسس 2 ألف ضرب زائد 5 زائد 10 ألف الآن سالب 5 وزائد 3000 زائد سالب 15 ألف سالب 5 ضرب موجب 5 سالب 25 الآن هل عندي حويل متابهة؟ إذا في عندي حويل متابهة نجمع ما عندي فقط ننزل كما هي لاحظ ستة ألف وستثنين ليس لها شبيه تبقى كما هي إذن ستة ألف وستثنين عشرة ألف وسالب 15 ألف إشارة الأكبر وأطرح سالب 5 ألف سالب 25 كما هي إذن ناتج ستة ألف وستثنين سالب 5 ألف سالب 25 الآن لو رحنا على التمرين الآخر سين زائد ثلاث وستثنين هذه مطابقة تربيعية مطابقة تربيعية مربع الأول زائد ثنين ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني إذن مربع الأول سين وستثنين زائد ثنين ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني مربع الثلاث تسعة إذن سين وستثنين زائد ثنين ضرب ثلاث ستة ضرب سين ستة سين إذن زائد ستة سين زائد تسعة إذن هذه مطابقة مربع مجموعة دين تساوي مربع الأول زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني التمرين الآخر لاحظ هذه أيضا مطابقة اسمها مجموعة الحدين ضرب فرق الحدين ماذا يساوي طبعا فيه نحل التمرين رقم 14 نفس التمرين رقم 11 تماما فيه نحل نفس الطريقة توزيع أو كونه عندي خاصة لاحظ بأنه 2 باء وهنا 2 باء نفسها سالب 5 وهنا موجب 5 فقط الإشارة التي اختلفت بالوسط إذن الحل هو مربع الأول 2 باء وس 2 سالب مربع الثاني هذه مطابقة اربعية مجموعة حدين ضرب فرقهما يساوي مربع الأول سالب سالب مربع الثاني إذن مربع 2 أربعة مربع الباء باء وس 2 سالب 5 وخمسة 25 رح أعطي مثالين أيضا على المثال 13 و 14 طيب ركز معي شوي لو كتبنا سين زائد مثلا 7 على قوة ستربيع شو تساوي مربع الأول سين أس 2 زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني 2 ضرب 7 14 ضرب سين زائد 14 سين زائد مربع الثاني 7 ضرب 7 49 مثال آخر لو كتبنا مثلا سين زائد 10 مضروب بسين زائد سالب 10 لاحظ نفس السين سين والعشر عشر فقط المختلفات هي الأشرتين في الوسط هذه اسمها مطابقة مجموعة الحدين ضرب فرق الحدين تساوي مجموعهما ضرب فقهما هذه تساوي سين أس 2 ناقص عشر أو ستنين يعني ناقص 100 وبهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح درس اليوم نسعد دائما باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في غروبات الواتس أب والتليجرام تعليمنا مستمر بهمتكم دمتم بخير